موسيقى بعد نحو ثلاثة أسابيع من استقالته الحريري يعود إلى بيروت موسيقى ثمة المعرفة في دبي تستشرف تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على الإعلام موسيقى وجديد أبل لعام 2018 قد يذهل الجميع وينسيهم سلبيات آيفون أكس أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها بجديد التطورات على الساحة اللبنانية إذ وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري مساء الثلاثة إلى مطار بيروت قادما من قبرص بعد نحو أسبوعين على إعلان استقالته من العاصمة السعودية الرياض وكان الحريري انتقل من باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يغادر إلى قبرص حيث عقد مباحثات مع رئيس البلاد ميكوس استنيادس هذا واحتفل مؤيد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بعودته إلى بيروت يوم أمس وتجمع أنصار الحريري ومؤيدوه خارج مقر إقامته في وسط بيروت في حين توجه آخرون إلى الشوارع يلوحون بإعلام تيار المستقبل في العراق ارتفع إلى ثلاثة وعشرين قتيلا على الأقل عدد القتلى في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت يوم أمس سوقا مزحما وسط قضاء طوس خرماتو المتعدد القوميات شمال شرقي البلاد وفق مصدر أمني يأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من قتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري في وسط مدينة كاركوك حثت الأمام المتحدة سلطات إقليم كردستان العراق على الاعتراف بحكم المحكمة الاتحادية العليا في بغداد واحترامه والعمل وفق الدستور والتفاوض مع الحكومة العراقية حول مختلف القضايا وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت يوم الاثنين بنعدام دستورية الاستفداء الذي نظمته إدارة إقليم كردستان في الخامس والعشرين من شهر أيلول سبتمبر الماضي وأسفر عن تأييد غالبية أبناء الإقليم الانفصال عن العراق الحاجة أم الاختراع هذا ما طبقه ميكانيكي سيارات في مدينة الموصل من خلال مبتكراته في صيانة المركبات في المدينة التي قاوم من خلالها حسار داعش وشح المواد الاحتياطية مراسل الأخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل المنطقة الصناعية شمالية الموصل زرناها بعد أن عالت الحياة إليها بحثا عن خالد الفيتر أي الميكانيكي كما يسمونه أهالي المدينة وكما يعرفه أغلب أصحاب السيارات حيث كان خالد على مدى ثلاث سنوات يبتكر حلولا للأعطال التي تصيب المركبات حيث لا قطع غيار لها بسبب حسار داعش والله فترة داعش قلت الغراض يعني ما كان أكو استيراد وما كان أكو شيء فكلنا أي شيء يعني نقدر عليه حلول من يمنا نحور نعمل نحور من ياباني على ألماني من ألماني إلى ياباني خلصا مثل هذه السيارات الألمانية التشيكولف نسميه إحنا هو منظم منظم الضغط البانزين فإحنا نسميه تشيكولف أبسط شيء هذا ما كان موجود والصيني هم ما موجود يعني كان أكو نوعية بس رديعة حيل ما كنا نشده فكنا نجبر نحور الياباني عليه أنواع الأعطال التي نجح خالد في وضع الحلول لها بالاعتماد على المواد القديمة كانت كفيلة بأن تجعل منه مقصدا لأهل المدينة بهدف إدامة عمل مركباتهم خاصة مع نفاذ المواد الاحتياطية من الأسواق والله كل السيارات كانت تتأخر بيدنا خلصا إذا شغل التحوير أو ما تحوير وكان وقت الشغل قصير كان يجون يحاسبون على الصلاة وعلى هذا وعلى ملابسك وعلى شعبك فكنا نخشعب نتجنبهم والعمال ما كانوا وكثرهم ما يجون فكنا نتأخر يعني خلال احتلال داعش للموصل أصبح الأهالي يعتمدون على الوقود الذي كان التنظيم ينتجه عبر ما تسمى بالحراقات حيث كان ذات مستوى رديء جدا مسببا الكثير من الأعطال للمركبات لم يكن هناك أدوات احتياطية نجي على بشار يحور لنا من شي لأشي من ياباني على الماني يحور وأكثر أحسن شي هو بشار بالصناع الحور اللي تكون فاتي يحور عندك النوزلات النوزل الدعاط اللي يحورها القاعدة الفيتبوم يحورها أكثر الشغلات يحورها لم تكن الحاجة أم الاختراع فقط في الموصل أثناء احتلالها من قبل داعش بل كانت القاعدة هي الابتكار لأجل إدامة الحياة لأن داعش لم يكن إلا ليزيد من معاناة الأهالي فقط وفي مختلف المجالات من أجل إطالة أيام احتلاله للمدينة أقام فنانون شباب معرضا فنية في جامعة الموصل كأول بازار كما يسمونه بعد التخلص من داعش إذا احتضن هذا المعرض أعمالا فنية نفذها أكثر من مئة فتاة وشاب داخل بيوتهم قلال فترة احتلال التنظيم لمدينتهم وأقيم المعرض بدعم من جمعيات تعنى بشؤون شباب الموصل ومهاراتهم سعيا وراء إحياء هذه المواهب والاهتمام بها بعد أن سعى داعش إلى كبتها على مدى نحو ثلاث سنوات دون أن يتمكن من قتل الموهبة الفنية لدى الشباب الموصلية قام بازار أم الربيعين بازاره الأول على أرض جامعة الموصل المركز الطلابي هذا النشاط يعتبر من أول أنشطة التي تقام على مدينة الموصل اللي ضمت مجموعة من الشباب والبنات المهوبين بمجال أعمال يدوية الهاند ميت من إكسسوارات والرسم والنحط ومختلف المجالات الصناعات اليدوية الحمد لله والشكر وفنانهم هذا المكان حتى يستطيعون يسوقون بأعمالهم طبعا الشباب الموهوبين كان عدهم هاي الموهوب وعدهم إنتاج بس مع الأسف كان موجود بالبيوت ما قدروا بهالفتر هاي الراحة ما قدروا يظهرون للعالم موهبتهم الحمد لله والشكر اليوم استطاعوا هذا الشيء ما شاء الله الحضور جدا كبير رصد مركز الأمن الإلكتروني السعودي هجوما إلكترونية متقدما يهدف إلى اختراق حواسيب عائدة للحكومة عبر استخدام تقنيات رسائل إلكترونية خادعة ويعد هذا الهجوم الإلكتروني ضمن سلسلة هجمات تعرضت لها السعودية كان أشهرها فيروس شمعون الذي استخدم في الهجوم على قطاع الطاقة السعودي في عام 2012 لا يتوقف خيال قراصلة الإنترنت عند حدود يفكرون باستمرار في وسيلة ما يسعون من خلالها إلى أيقاع خسائر تقدر بالمليارات من خلف الشاشات وبأطراف الأصابع تدار حرب إلكترونية هدفها التحكم في أنظمة قد تكون مرتبطة بمفاعلات نووية أو مطارات أو شبكات طرق أحدث نسخة لهذه الهجمات ما أعلن عنه مركز الأمن الإلكتروني السعودي هجمات تضمنت استخدام برمجية التحكم باورشيل وأريد من خلاله اختراق حواسيب حكومية عبر استخدام تقنيات إلكترونية خادعة هذا الهجوم الإلكتروني ليس الأول من نوعه الذي يستهدف السعودية فقد تعرضت المملكة سابقا لكثير من الهجمات كان أشارها فيروس شمعون الذي استخدم في الهجوم على قطاع الطاقة السعودي قبل نحو خمس سنوات وكانت السعودية أعلنت عن تأسيس مركز جديد للأمن الإلكتروني يهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن الإلكتروني في حياة المجتمعات لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصلا قصيرا أحييكم من جديد أعلن الاتحاد الأفريقي يوم أمس أنه بدأ تحقيقا في عمليات بيع المهاجرين الأفارقة كعبيد على أيدي الجماعات المسلحة في ليبيا وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد سيحاول التواصل إلى مراكز الاعتقال غير القانونية التي يحتجز فيها المهاجرون دون اتهامات قتل ما لا يقل عن خمسين شخصا وجرح العشرات إثر هجوم انتحاري استهدف مصنين داخل مسجد في شمال شرق نيجيريا يوم أمس ولم تتبنى أي تجهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن مصادر في الشرطة النيجيرية ترجح أن تكون جماعة بوكوحرام المتطرفة هي من يقف خلف الهجوم ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجعت اتهامات بالإرهاب والقتل لسيف الله سايبوف منفذ هجوم الشاحنة في منهات السفلة الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص الشهر الماضي وخلال التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة الفيدرالية مع الأوزبكي سيف الله سايبوس أدل المشتبه بعضرافات مثيرة أظهر خلالها ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي مبديا عدم ندمه على تنفيذ حادثات الدعس انطلقت يوم الثلاثة أنشطة قمة المعرفة 2017 في مدينة دبي برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي ناقش خلالها المشاركون تاريخ الثورات الصناعية ودورها في تغيير حياة البشر إلى الأفضل ودعم نمو وتطور مجتمعات المعرفة التفاصيل في تغرير الزميل عطاء الدباغ دورة الربيعة من قمة المعرفة تنطلق في دبي المدينة الأكثر إلهاما للإبداع والابتكار جمعت صناع القرار والعقول والرواد المعنيين بنشر وصناعة المعرفة تحت شعار المعرفة والثورة الصناعية الرابعة شارك فيها نحو 105 متحدثين متخصصين في هذا المجال قمة المعرفة 2017 هي أكبر من القمم الماضية وهي تتكلم عن موضوع مهم جدا لكل عربي ولكل إنسان في هذه الأرض الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت الحكومات تتوجس منها خيفة تنظر إليها بعين الريبة هل ستأخذ وظائفهم هل ستفعل كذا هل ستفعل كذا فالمسألة محتاجة إلى دراسة وإجتماع مثل هذا لدراسة كل جوانب الثورة الصناعية الرابعة فصاحب الفكرة لم يكن قادرا على التسويق وصاحب التسويق نجح الفكرة نحن بحاجة إلى تضافر جهود مع المتكرين هذه لو تحقيق إنجازاتهم على أرض الواقع التصالات استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية إنه نقدر نأهل المشتركين بشكل عام إنه يقدرون تواصلوهم بشكل سلس ويقدرون استعمال الخدمات البيانية الكبيرة فهذه سهلت عملية نقل المعرفة من مكان إلى مكان القمة أفصحت المجال أمام طلبة الجامعات والمدارس في عرض ابتكاراتهم واختراعاتهم أمام الجمهور علها تجد من يتبناها ويعمل على تطويرها فيما يخدم المجتمع وما ميز القمة أيضاً هو إطلاق مؤشر المعرفة العالمي الأول من نوعه في العالم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كما تم إطلاق مشروع تحدي الأمية في الوطن العربي الذي يهدف إلى محو الأمية وتزويد الناس بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة سعيدة جداً يوم أني أشارك في قمة المعرفة في دبي كنا في عالية عالمية تستضيف العديد من الخبراء في مجالات مختلفة وخصوصاً أني كوني في مجال الاختراع وبديت ما شاء الله في ذكاء الاصطناعي فتجربة يديدة الحمد لله فنستفيد من الخبرات الموجودة في هذا المجال والمشارع المعروضة حتى نستخدمها في الاختراعات اليوم شاركت بثلاث من اختراعاتي أو المبتكر الاماراتي المقودة الذكية وحقيبة الرحلات من الأشياء الرئيسي اللي عم نشتغل عليه أنه إحنا عم نحول الهواء لمي فكيف نحول الهواء لمي؟ نستغل الرطوبة ودرجة الحرارة العالية في الجو ومنحول هذا الاشي عبر وسائل هندسية يعني وبتغير الحرارة بين الأرض والهواء نحول هذا الهواء لداخل السخن لمياه قابل الاستعمال الزراعي وكعادتها لم تغفل القمة عن تكريم أصحاب الإنجازات والإسهامات النوعية في مجال نشر وإنتاج المعرفة على مستوى المنطقة والعالم بهدف تشجيعهم وغيرهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار تحت هذه المظلة تجتمع العقول المفكرة والخبراء إلى جانب العلماء والمختصين في شتى المجالات لمناقشة أهم القضايا التي تواجه صناعة ونشر المعرفة كل ذلك من أجل حياة بشرية أفضل أعطاء الدباغ لأخبار الآن دبي منذ عدة سنوات ومع طرح خطة تنظيم الدعم الحكومي ألغيت خطة السعر المزدوج للخبز في إيران وأصبحت جميع المخابس تبيع الخبز للناس بسعر موحد ولكن يبدو أنه بعد عدة سنوات سيخوض الإيرانيون تجربة سعر الخبز المزدوج مجددا بحكومة حسن روحاني التي تمثلت أهم وعودها للناس في الحد من التضخم وتوفير مزيد من الرفاهية يقال أن هذه الخطة سوف تنفذ في إيران كلها اعتبارا من يوم الأربعة لنشاهد معا أراء المواطنين أنا أرفض هذا الارتفاع فالخبز هو القوت الذي يبقى الناس على قيد الحياة فهل من الممكن أن يرفع سعر الخبز إلى هذه الدرجة ماذا سيفعل الناس المساكين أتمنى أن تنخفض الأسعار لأني أعيش ظروفا صعبة فزوجي عامل بسيط وهو مريض ولا يمكنه توفير تكاليف المعيشة لست موافقة على ارتفاع أسعار الخبز هذه الرواتب قليلة التي يدفعونها والتضخم كبير وليس فقط في الخبز لا يمكنها أن تلبي كافة الحاجات المعيشية التي أصبحت مرتفعة ولا شك في أن الناس قلقون لارتفاع ثمن الخبز تأثيره في المستقبل نتوقع من الحكومة أن تفعل ما يؤدي إلى خفض الأسعار وليس إلى ارتفاعها أنا على سبيل المثال أتقادى راتبا تقعوديا يبلغ 220 دولار وأنفقوا في علاج مرض السرطان شهريا 180 دولار فإذا ارتفع سعر الخبز ماذا سيأكل الناس إذا كانت جودة الخبز رديئة فما الفائدة لقد افتتح مخبز جديد بالقرب من هنا عندما تشتري منه مرة لا تعيدها مرة أخرى لأنهم يضعون فيه الكثير من بيكربونات السوديوم مما يؤدي إلى انخفاض جودته لا بأس فليضيف هذه المادة ولكن ليبيع خبزا جيدا لو كانت الجودة مناسبة لكنت راضيا عن ارتفاع الأسعار ولكن لا يوجد جودة لرفع ثمن الخبز بالرغب من هذه الظروف فماذا حدث حتى الآن بزيادة الأسعار؟ زادوا راتبي حتى رفعوا ثمن الخبز ما الذي تقدم الحكومة لي على المستوى الاجتماعي حتى ترفع الأسعار؟ ترسل لنا فواتير الماء والكهرباء مرفقة بألاف القوانين والأنظمة فكيف لهم أن يقوم برفع الأسعار؟ قيمة نون در أرز إمثال إن بلا بارد دوبوم كذلك لأفسيش به دائم إنها المرة الثانية التي يرتفع فيها سعر الخبز خلال العام ففي المرة الأولى زاد سعره بـ 20% والآن 15% ومع ذلك تقدم الحكومة الوعود بخفض معدل التضخم ولذلك تعاني الطبقة المتوسطة والفقيرة صعوبات جمة لأنها تعتمد على الخبز كمصدر غبائي رئيسي مشاهدين وننتقل وإياكم إلى بث مباشر من العاصمة اللبنانية بيروت حيث يشارك الرئيس سعد الحريري الرئيس المستقيل سعد الحريري في احتفالات عيد الاستقلال التي تقام اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت إذن كما سمعنا أعلان بدء العرض العسكري بمناسبة الاستقلال الرابع والسبعين استئذان من قبر رئيس الجمهورية لبدء هذا العرض إذن هذا العرض وهذا الاحتفال اليوم بعيد الاستقلال يأتي بعد تحقق النصر في جرود عرسال الذي أعلنت بدء العملية في التسع من آب حيث أعلن قائد الجيش العماد جوزفعون انطلاق العملية مخاطبا للعسكريين واللبنانيين مشاهدين ونشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل أخير تطوير عقاقير جديدة تسهم بمكافحة الأيدز أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصنا تقريبا في مجملها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي نقرأ منها أتش بي تطرح أول حاسوب مكتبي قابل للفصل طرحت شركة أتش بي يوم أمس أول حاسوب مكتبي قابل للفصل في العالم أتش بي زيت بوك أكس تو صمم بغرض تلبية متطلبات الأداء وحرية التنقل التي يواجهها الفنانون والمصممون ومحترف تعديل الصور الذين يحتاجون إلى الاستفادة بشكل كامل من قدرات أدوب كرياتيف كلاود والتطبيقات الاحترافية الأخرى إلى صحيفة الشرق الأوسط التي اخترنا منها لكم الشخصيات المادية مهوسة بتملك أصدقاء عبر فيسبوك كشفت دراسة حديثة أن الشخصيات المادية التي تحب تملك المادة أي الأشياء أو المال تميل إلى الحصول على أصدقاء أكبر عبر موقع التواصل فيسبوك وتبعت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديليمال البريطانية أن الماديين يرون في أصدقاء فيسبوك أشياء رقمية بل ويستخدمون تلك المنصة الإلكترونية بشكل مكرر وأكثر كثافة ونطالع من صحيفة النهار اللبنانية ألعاب ذكية تتيح للغرباء التحدث مع أطفالكم دون علمك صدر تحذير حول سلامة الأطفال حول العالم من جراء الألعاب الذكية التي يمكن اختراقها عن طريق تقنية البلوتوث الخاصة بهم وتتجسد الثغرة الأمنية في الألعاب لإمكان الغرباء الاتصال بالألعاب الذكية والتحدث مع الأطفال من دون معرفة والديهم صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنوانات بين صفحاتها لهذا اليوم الصين تحضر تطبيق سكايب ومايكروسوفت أصبح تطبيق سكايب الشهير التابع لشركة مايكروسوفت غير متاحا للتحميل في كثير من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية في الصين إذنما إزالة تطبيق سكايب بعد اختار من وزارة الأمن العام في الصين كما طلبت الحكومة الصينية إزالة عدد من التطبيقات التي لا تتوافق مع القوانين الصينية المحلية ختام مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية تحضيرات من برنامج تجسس جديد يستهدف بيانات تويتر وفيسبوك حذرت شركة رومانية متخصصة في حماية البيانات من وجود مجموعة جديدة من فيروس القرص نازيوس يمكن تعديلها لمراقبة وربما السيطرة على حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر دون معرفتهم نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز في تقرير أن تطوير عقاقيرة رئيسية جديدة مضادة للفيروسات الرجعية واستخدام التكنولوجيا للتشخيص المبكر للأيدز مرض نقص المناع المكتسب يعدان من الخطوات الرئيسية المطلوبة للحفاظ على الزخم في مكافحة المرض والتخلص من كونه تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030 تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله أشار برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز إلى أن تطوير عقاقيرة رئيسية جديدة مضادة للفيروسات الرجعية واستخدام التكنولوجيا للتشخيص المبكر لمرض نقص المناع المكتسب سيساهم في مكافحة مرض الإيدز والتخلص منه وقال البرنامج في التقرير أن عددا ممن يتلقون عقاقيرة مضادة للفيروسات الرجعية كعلاج يمكن أن تطول أعمارهم وتلقى العقارة أكثر من 20 مليون شخص ومع إحراز تقدم سريع خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أعداد من يتلقون العلاج إلى المثلين وقال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز إن التوسع في العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية على مستوى العالم هو السبب الرئيسي في تراجع حالات الوفاة من أمراض مرتبطة بالإيدز بنسبة 48% بعد ذروة في عدد الوفيات بلغت أكثر من مليون وفاة في عام 2005 ومليون حالة وفاة في العام الماضي وأضاف تقرير البرنامج أن إنجازا كبيرا تحقق العام الماضي بتمكن أكثر من نصف المصابين بالإيدز في العالم من الحصول على العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية ورغم ذلك لا يزال فيروس الإيدز الذي يهاجم الجهاز المناعي يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وسببا قويا للوفاة وأوضح التقرير أن الأمراض المرتبطة بالإيدز لا تزال سببا رئيسيا للوفاة بين النساء في عمر الإنجاب أي بين 15 و49 عاما على مستوى العالم كما أنها تأتي في المركز الثاني بين الأسباب الرئيسية لوفاة النساء اللائي تتراوح عمارهن بين 15 و14 عاما في أفريقيا قط يتسلم منصبا رفيعا في السفارة البريطانية لدى الأردن ليمثلها في الخارج ويملك صفحة على تويتر حصد أكثر من 2500 متابع في شهر واحد فقط يتواصل مع متابعيه ويرود عليهم قصة القط لورانس عبدون ضمن التقرير التالي منصبا رفيعا في سفارة بريطانية في وظيفة غريبة ألا وهي منصب كبير صائد الفئران ولا يخطر في بالنا عند سماع المنصب إلا كائن واحد هو الأقدر والأمهر في لعب هذا الدور وهنا يمكننا القول أن الكائن المناسب في المكان المناسب فقد منحت السفارة البريطانية لدى المملكة الأردنية قطا تبنته من مأوى للقطط في أكتوبر 21 منصب كبير صائد الفئران في السفارة كأول ممثل في الخارج وأطلقت السفارة على القط اسم لورانس عبدون وعبدون هي حي بالعاصمة الأردنية تقع فيه السفارة البريطانية وقالت لوراندوبان نائبة السفير البريطاني لدى الأردن أنه تم منح القط الصفة الدبلوماسية ليعمل من أجل إظهار الجانب الآخر للأردن كما أنه إلى جانب مهامه في صيد الفئران يتواصل لورانس مع أتباعه على تويتر الأمر المذهل بالفعل هو أن الجمهور البريطاني أصبح يرى السفارة البريطانية في الأردن بعين مختلفة فعادة في المملكة المتحدة عندما يفكرون في الأردن فإنهم يفكرون بالحروب في الشرق الأوسط لكن الآن فإنهم يفكرون في لورانس عبدون ومن خلال لورانس تحاول صفحة السفارة على تويتر أن توثر جانبا مختلفا للأردن لأتي السائحون لزيارة لورانس وأثار منح القط هذه الصفة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح لورانس عبدون نحو 2500 متابع فيما يزيد قليلا على شهر واحد لكن للشهرة أيضا ثمن يتعين دفعه إذ يشعر لورانس بإحباط نوعا ما لأن بعض الناس قالوا إنه بدينا إلى حد ما في أحدث تغريدة له لذلك فإن لورانس سيمارس تدريبات رياضية وسينشر ذلك على صفحته على تويتر لكن عموما فإن التعليقات في مجملها إيجابية وتأتي من جميع أنحاء العالم تستعد شركة أبل الأمريكية لإزدار ثلاثة هواتف العام المقبل إحدها سيشكل مفاجأة للعالم ستنسي المستخدمين هاتف آيفون إكس وفقا للمعلومات الواردة من عدة مصادر تقنية بارزة تغطي أخبار أبل ومنتجاتها وكشف محلل تقني أن الشركة الأمريكية العملاقة تتحضر لإطلاق هاتف آيفون بشريحتين أو شريحة ومنفذ للذاكرة لأول مرة في تاريخ أبل وهواتفها التي أطلقت أولها قبل عشرة عوام بشرت دراسة أمريكية حديث أصحاب الوزن الزائد بخبر سار بعدما خلصت إلى نتيجة بحث مفادها أن تناول الشوكولاتة لخمس مرات أسبوعيا يحميهم من الأمراض المرتبطة بصحة القلب وحللت الدراسة العادات الغذائية لمائة وثمانية وأربعين ألف جندي من قدام المحاربين العسكريين وقبل ختام النشر مشاهدين هذا التذكير بما جاء فيها من عنوين بعد نحو ثلاثة أسابيع من استقالاته الحريري يعود إلى بيروت إمات المعرفة في دبي تستشرف تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على الإعلام وجديد أبل لعام ألفين وثمانية عشر قد يثهل الجميع وينسيهم سلبيات آيفون أكس بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بفين المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزة الأنباء دائما كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر